كفندم وصباح الخير تحياتي لحضرتك يعني بشكل شخصي نموذج محترم يتشال على الراس والله الله يبارك بيك دايما بنقول الدنيا بخير ولو كان فيه شر الخير موجود برضو لكن احنا ما بنبرزوش احيانا لكن في فقرتنا النهاردة وجودك معنا مهمة قوي ان الناس تشوف النموذج الكويس مهمة قوي تشوف ان لسه عندنا خير عندنا قصري عندنا رؤية ان بلدنا تكون احسن من خلال كل واحد فينا ايا كان موقعه واي ان كان مكان اعيز اعرف من حك تفاصيل الوقع قبل الهو قلت له هي بقى لا اسبوعين تحديدة اعيز اعرف تفاصيل هي من حضرتك وهو الحقيقة الادارة المركزية للرقابة الادارية الادارة المركزية للدرايف في هيئة الرقابة الادارية بتتابع معنا بشكل يومي كل التفاصيل الموجودة معنا في الشغل وامتابعا مع المأموريات كلها على مستوى مصلحة الدرايف اه فاجأ في يوم محاسب مدير مكتب في محاسبة لوكيل لشركة كبيرة اه وعرض رشوة قيمتها كانت ديسة الصلاة قيمتها كذا ما كان منشور في الصحف كانت مئة ألف جنيه فعلى طول قلت له بلغت هيئة الرقابة الادارية بالموضوع هيئة الرقابة الادارية سيرت قالت تسير معاه في الطريق ورتبت شغلها وابضوا عليه متلبس فكرة التلبس أبضوا عليه متلبس برشو نعم وطبعا الموضوع محل تحقيق دلوقتي طيب في حد بيقول أنا ممكن أرفضه خلاص حد تاني بيتخاوف من فكرة الإبلاغ قد يصيب ضرر لقدر الله أيا كان فيما بعد لأن انت ضربت مصلحة ما من وجهة نظره أو حتى تسببت له في هذا نتيجة القاء القبض عليه فكرة التخاوف من الإبلاغ ازاي حضرتك فكرت في القصة قبل ما تبلغ الرقابة الادارية لا هي بتبقى أنا يبقى فيه حس وطني أني لازم فعلا مكافحة الفساد ده وفيه تجديد تعلم من معالي وزير المالية أني لازم نكافح الفساد بكل صوره وبكل أشكاله لأنه ويبندي نموذج لكل الزمل اللي موجودين مش في مصلحة الضرائب بس ويمكن فيه المسؤولين الحكوميين فيه الأماكن الأخرى أنهما ما يتوانوش أنهما يبلغوا عن أي فساد موجود لأنه إحنا لو ما بلغناش بيستشري بيستشري فعلا في الجهاز الاداري للدهو حك بارك كم سنة شغال في المزارة سوى الصلاة؟ أنا من تسعة وتمانين ويعني كان فضلي شهرين على المعاش ربنا يبرك في حضرتك وده ختموها مسك زي ما احنا بنقول الحمد لله يعني حك يعني خرجت كده أو بتحاول تخرج وأنت نظيف اليد الحمد لله هنتعرض عليك قبل كده أي مواقف مشابه؟ لا والله يمكن كان فيه قبل كده يعني ضغوط بنتعرض لضغوط بس أن حد يتجرأ ويعرض حاجة زي كده طبعا ده كان مكانا نتبلغ رقابة الإدارية على طريق والإبلاغ كان وقتي كان وقتي أنا قلت له سيبني أفكر في الموضوع وبلغت على طول الرقاب